مرة أخرى للمطالبة بتحسين ظروف العمل. معي لمناقشة هذا الموضوع هنا في الستوديو زميلي عصام عكريماوي. مراسل بي بي سي. أهلا بك ومرحبا عصام. الأمر هنا هذه المرة سيشمل الألاف من العاملين في هذا القطاع تحديدا. لا بد أن التأثير سيكون كبيرا. بالفعل معظم الأقاليم في إنجلترا باستثناء إقليم واحد وهو الجنوب الشرقي. وإقليم ويز ستشارك في هذا الإضراب لمدة 12 ساعة. هناك تفاوت في متى يبدأ الإضراب ومتى ينتهي بين منطقة وأخرى. لكن طبعا يشمل آلاف العاملين في المهن الطبية. خاصة المصعفين. وهذا لا يشمل فقط سيارات الإصعاف. ولكن أيضا يشمل المصعفين. ويشمل التواقم التي تتلقى المكالمات في المستشفيات. لذلك كان هناك نصيحة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مستشفى. أن يتصلوا فقط إذا كان هناك حالات ضرورة قصوى برقم 999. رقم الطوارئ هنا. أما الأشخاص الآخرين. فعليهم أن يجدوا طريقهم إلى المستشفيات بطرقهم الخاصة. وهذا طبعا تشويش كبيرة على حياة الناس. طبعا هذا الأمر. الأمور وصلت إلى هذا الحد بعدما باءت كل المفاوضات الجارية بين الاتحادات العمالية الخاصة. ليس فقط بالقطاع الطبي. ولكن بقطاعات أخرى عديدة. طالها هذه الإضرابات. سلسلة إضرابات هذه. تقول الحكومة أنه ليس لديها ما يمكن أن تقديمه أكثر من ذلك. وأن المطالب مبلغ فيها. هل هي غير قادرة بالفعل على تلبية هذه المطالب؟ أنها لا تريد تلبية هذه المطالب؟ الحكومة تقول أن الأولوية هي لتخفيض نسبة التضخم التي بلغت أحد عشر بالمئة. وهذه النسبة عالية قد تكون لأعلى منذ حوالي أربعين عاما. لذلك فهي تقول أنها تعمل بجد كي تخفض هذه النسبة. وبعد ذلك سيتم إصلاح الأمور. لكن في الوقت الحالي إذا استجابت لمطالب المضربين وهو كما ذكرت لا يقترصر فقط على قطاع التمريض. بل هناك قطاع المواصلات وقطاع الخدمة المدنية والتعليم. سمطاح البريد أيضا. نعم. إذا استجابت لكل هذه المطالب فأن ذلك سيؤدي إلى استفحال مسألة التضخم المالي. وستعود نسبة التضخم للارتفاع من جديد. كان هناك أرقام مشجعة عن خفاض طفيف خلال الشهر الماضي في نسبة التضخم. لكن لا زال هذا الرقم بعيدا جدا عن الرقم الذي تسعى عليه الحكومة. وهو حوالي 2%. إذن ستكون هناك فترة صعبة ونقابات العمال تقول أنها ستواصل الإضرابات. هناك اتهامات متبادلة بين الجانبين. النقابات تقول أن الحكومة غير جادة في المفاوضات معهم للتوصل إلى حل الوسط. والحكومة تقول أن مطالبهم مبالغ فيها. لذلك وصلت هذه المفاوضات إلى طريق المزدود. وفي ذات الحين هل ستقدم الحكومة كما فعلت في المرة الأولى على استجلاب أفراد من الجيش. ربما للمعاونة في الحالات الطارئة في ظل إضراب هذا القطاع قطاع الإسعاف. يعني الحكومة لجأت إلى هذا الإجراء عدة مرات في الماضي. خلال فترة كوفيد وقبل ذلك وبعد ذلك. خلال الإضرابات الأخير. رأينا في المطارات مثلا عندما أضرب عمال المطارات. عمال جوازات السفر. تم الاستعانة بالقوات المسلحة. لكي يتم التعامل مع هذا الموضوع. لكن هذه تشكل نسبة صغيرة فقط من المطلوب. لذلك الجيش لا يستطيع أن يحل هذه المشكلة تلقائية. لكنه قد يساعد في حلها جزئية. عصام أشكرك جزيل. الشكر يبدو أن الحديث سيكون له بقية فيما تعلق بالإضرابات هذا الشتاء. أشكرك جزيل. الشكر زميلي عصام.